يحاول ميناء الحديدة البقاء على قيد الحياة رغم المواجهات اليومية المندلعة بقربه الميناء الذي أضحى حديث العالم اليومي بسبب وضع الأمم المتحدة له كهم بند في مفاوضات السويد القادمة فضلا عن كونه المنفذ الرئيسي للمساعدات الغذائية الدولية ميليشيا الحوثي تناور لبقاء الميناء كورقة ضغط سياسية بيدها لكنها في مقابل عدم سيطرة الشرعية عليه تفضل تسليمه لطرف ثالث تقترحه الأمم المتحدة وهو الطرف الذي ما زالت الشرعية مصرة على رفضه استنادا إلى القوانين الدولية والمرجعيات الثلاث المعلنة السعودية مقارنة بموقف الشرعية لا تبدو متصلبة بذهاب الميناء لسلطة الشرعية وهو ما يمكن فهمه من تغريدة سفيرها في واشنطن خالد بن سلمان التي أرجع فيها موافقة الحوثي على تسليم الميناء للأمم المتحدة إلى الضغط العسكري الذي أحرزه التحالف في مداخل مدينة الحديدة وعلى وقع هذا الضغط العسكري المتواصل على الحديدة تنشط الأمم المتحدة في ممارسة ضغطها الدبلوماسي فقد حذرت الثلاثاء الماضي من التداعيات الخطيرة على الوضع الإنساني حيث تراجعت عمليات الشحن للميناء بسبب سوء الأوضاع الأمنية بحسب ما قاله ستيفن دوغريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فيما يبدو فإن التحركات الدبلوماسية تشير إلى جدية المجتمع الدولي على إنجاح عقد المفاوضات القادمة إلا أن مؤشرات موازية تؤكد على فشل الأمم المتحدة في حل عقدة ميناء الحديدة الميناء الذي أصبح مربط نجاح المفاوضات القادمة وربما فشلها أيضا ترجمة نانسي قنقر